موسى الخير بقصيدة جميلة مناهضة للعنصرية شاعت شهرته في الأقطار شاعر شاب متميز متفرد في تجربته ونصه وحياته يأتينا من تونس التي وهبتنا مبدعين كبارا في الشعر والمسرح والغناء نستقبله بالحب والترحاب وإيمانا منا بضرورة احتضان المواهب وتشجيع الشباب أرحب بالشاعر التونسي أنيس شوشان أهلا وسهلا فيك ببيت القصيد السؤال الأول عن أصيدتك التي سموها الناس السلام عليكم التي شاعت وانتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي وباليوتيوب بشكل خاص ونالت بأسابيع قليلة أكثر من أربع مليون مشاهدي القصيدة قرأت حضرتك ببرنامج تلفزيوني تونسي هو هات نحكيه شو سر هذه القصيدة؟ يمكن نعرش السر أنا لما حالا قلت حتى قبل يمكن على خاطر كل إنسان حسروا فيه على خاطر ديجا هي ترجمت حتى بالإنجليزية هي رسالة لكل إنسان في هذا العالم معناها على خاطر نعيش في وقت عصيب فيه ينتشر رائحة ثقافة الدم هي خطاب صحيح انطلق من تونس ولكن يلامس كل يلامس أنا بدي ما زلت لا أدرك جيدا ما هو السر في هذا طيب ممكن نسمعها إذا بتريد بطبيعة الحال فضل السلام عليكم وعلينا السلام سلام إليكم هو إلينا سلام سلام على من رد السلام وسلام حتى على من لم يرد سلام باسم الرب السلام رب العباد الله الصمد سلام ترعرعن فيه سلام معجون بأرض هذا البلد سلام ما عدنا نسكن فيه سلام ما عاد يسكن فينا سلام نراقبه وهو يحزم حقائبه ليهجر رويدا رويدا أراضينا ويحل مكانه تسليم واستسلام لتأسل من لا إسلام فيه كأن إسلام أجدادنا ما هذا يعنيه أتدرونا لما يهاجر منا السلام أتدرونا لما يعم فينا الظلام ببساطة لأننا مجتمع يخاف نحن مجتمع يخاف الاختلاف كلماته لن تعجب بعضكم أو جلكم أو كلكم أعرف لكني سأقولها لأني رافض أن أكون من الخراف نحن مجتمع يخاف الاعتراف أنه يعيش التخلف نحن مجتمع يهوى التعالي من فراغ فيزعم أنه مجتمع مثقف نحن مجتمع يصيح بكل صفاقة ويدعي أنه حامل لفكر مختلف يا ويل ما هذا القرف فقبول الاختلاف عندنا ليس إلا غلاف اختلاف 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 اللون يؤذينا اختلاف الشكل يؤذينا اختلاف الدين يؤذينا اختلاف الفكر يؤذينا حتى اختلاف الجنس يؤذينا لذا نحاول اغتيال كل اختلاف فينا تحولنا لبعضنا سما زعاف نحن مجتمع أحمق من الحمق نعم نحن مجتمع أحمق من الحمق نتنازع على التفاهات والترهات والخرافات ونرفض دوما أن نغوص في العمق ولا أبرئ أحدا لا مواطنين ولا ساسة لا من يستكين لبلادة الصمت ولا من يدعي فينا القداسة لا من يتبع الغرب كالأعمى ولا من يريد إعادة أمجاد الخلافة والنخاسة وتقطيع الأرجل من خلاف دعونا اليوم نجرب أن نغوص فينا في أعماقنا في ذواتنا دعونا نجرب أن نعانق أرواحنا دعونا نجرب أن نعانق في الأرواح اختلافاتنا ها أنا أمامكم بلوني بشعري بشعري بأفكاري بأطواري أنا لا أخافكم أنا لا أخاف اختلافكم عني لأنني منكم ولأنكم مني دعونا نغوص في الحلم دعونا نخلق فن لنرسي ثقافة بلا سخافة ليكون الرقي فينا هو أسمى خلافة دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والألوان والأديان ولا نرى سوى الإنسان شكرا كم نحن بحاجة إلى مثل هذه الثقافة التي تدعو إليها أنيس أدي هذه القصيدة كتبت من واقع تجربة يعني معاناة شخصية اختبار شخصي حياتي بالعلاقة مع الآخرين هي خليط من خليط من برشة برشة حاجات كيما قتلك من أهم الأسباب اللي بالحق اللي واحد قاعد يقاعد يشوف فيه معناه كل ما يحل التلف زي يتفجع أنك تبدأ قاعد هكاية عبيت تقتل في بعضها بطريقة رهيبة في العالم العربي حتى في بلادي معناها في تونس في تونس كنا نعيش معناها تحس فيما الوجه دي ما مبتسم فيما أمل فيما حلم فيما حاجة فرحنا شوية بعد الثورة بعد صارت علينا حاجات غريبة ومفاهيم جديدة يحبوا يبدلونا طريقة العيش متاعنا ويبدلونا حتى مفهوم دولتنا معنا عباد تحبت تسرق لك بلادي